نفذ مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل بوزارة التربية والتعليم نفذ 11 برنامجاً تدريبياً عن بعد تناولت أحدث الممارسات في مجال دمج التقنية في التعليم والتمكين الإداري وذلك لفائدة نخبة من الاختصاصيين لتكنولوجيا التعليم والمديرين والمديرين المساعدين والمعلمين وتنوعت البرامج التدريبية من حيث التدريب على أحدث تقنيات دمج التقنية في التعليم واستراتيجيات دمج برامج مايكروسوفت في التعليم والإدارة الرقمية إضافة إلى تقديم برنامج تهيئة المستجدين من اختصاصي تكنولوجيا التعليم بالمدارس وأشهد المشاركون بالدورات التدريبية مؤكدين أن الورش التدريبية المقدمة من قبل مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل تعتبر الحجر الأساس في البنية التحتية للتمكين الرقمي في التعليم وتنمية المهارات التكنولوجية الحديثة لاستراتيجيات التدريس هذا بالإضافة إلى تطبيق معظم ورش العمل على الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين وتسهيل عملية التعلم للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة